قال عبد الترب الذي شغل منصب وزير الداخلية في آخر حكومة ترأسه محامد سالم باسندوى في لقاء مفتوح مع الجاليات اليمنية في ميشيغين بالولايات المتحدة الأمريكية أنه لم يسقط جندي واحد في وزارته أثناء اقتحام الحوثي لمؤسسات الدولة في صنعاء مرجعا ذلك لاتصاله بمكتب الحوثي وحصل على موافقته للقيام بمهمة حماية البنوك ومحلات الصرافة والسفارات من فيد ونهب القبائل فيما كان مسلح الجماعة مشغولين بالسيطرة على مؤسسات الدولة دون مقاومة من الجيش الذي قال أنه أنهك في الحروب وفقد ثقته بدوره الوطني لكنه قال أن كل من شاركوا في إسقاط الصنعاء لم يأتوا من صعدة بل أغلبهم أفراد وضباط في الجيش والأمن خلعوا بالساتيم العسكرية ورفعوا الصرخة معتقدين أنهم كانوا يهدفون للتخلص من الإصلاح وعلي محسن فقط لكن ما حدث هو أن ذاق الحوثيون حلاوة النصر فواصلوا مهمتهم التوسيعية وهو أمر بدأ يزعج تلك الأطراف المتعاونة وعاد للقول أن ما حصل في صنعاء مسرحة هزلية لها مخرج خفي وضع خطته بإحكام لكي يدخل اليمن في أتون حرب أهلية وبالتالي في متاهة الحرب المناطقية والطائفية ترجمة نانسي قنقر